نريع بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم إمتنا فمن طلب العلا وصل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم أبناء التلاميذ متابعية الأفاضل في قناتكم قناة التمييز في العلوم الطبيعية للطول المتوسط اليوم بإذن الله سأقدم لكم نموذجا ثانيا للفرض الثاني في مهدة العلوم الطبيعية طبعا لمستوى السنة الرابعة متوسط طبعا نزولا تحت طلبكم لأن أغلبكم لم يدرس الاتصال العصبي أو فقد توقف عند الدروس الأولى نمر مباشرة مع أول تمرين اخترته لكم التمرين الأول اخترته لكم حول التغذية تمثل الوثيقة رقم واحد جزءا من مكونات الجهاز الهضمي عند الإنسان المطلوب أولا سمي البيانات المرقمة اثنان انقل الجدول التالي واملأ الخانات بما يناسبها أخيرا حدد دور كل من الجلوكوز والأحماض الأمينية نسبة للبيانات المرقمة واحد يمثل المعدة اثنان بنكرياس ثلاثة كيس سفراوي أونق المرارة أربعة كبد خمسة أمعاء دقيقة وستة تمثل المرق نذهب مباشرة الآن إلى الجدول الغذاء لدينا النشاء والبروتين بالنسبة للنشاء يهضم في محطتين المحطة الأولى هي الفم بفضل إنزيم الأميلاز اللعابي إذا النشاء زائد أميلاز اللعابي نتحصل على سكر شعير أو نسميه مالتوز وهو عبارة عن سكر ثنائي الباقي من النشاء الذين لم يتفكك على مستوى الفم يعاد تفكيكه على مستوى المعي الدقيق بفضل إنزيم الأميلاز البنكرياسي نفس الشيء النشاء زائد أميلاز بنكرياسي نتحصل على مالتوز بعد ذلك المالتوز الذي هو سكر الشعير يتفكك بفضل إنزيم المالتوز إلى جزئتين من البلوكوس إذن الناتج النهائي لهدم النشاء أو الناتج النهائي لهضم النشاء يتمثل في البلوكوس بالنسبة للبروتينات تهضم على مستوى محطتين على مستوى محطة المعدة وعلى مستوى المعدة الدقيق على مستوى المعدة يتدخل إنزيم البروتياز رقم واحد والذي نسميه البيبسين حيث تتحول البروتينات إلى متعدد بيبتيد بعد ذلك على مستوى المعدة الدقيق يتدخل إنزيم البروتياز البنكرياسي وهو البروتياز رقم اثنين والذي نسميه التريبسين فيقوم بتحويل المتبقي من البروتيين إلى متعدد بيبتيد أو نقول من متعدد بيبتيد إلى بيبتيدات بعد ذلك نجد في المعيد دقيق بروتياز الرقم 3 والذي نسميه البيبتداس والذي يحول البيبتداس إلى أحماض أمينية فالناتج النهائي لهضم البروتينات يتمثل في الأحماض الأمينية آخر سؤال تحديد دور كل من الغلوكوز والأحماض الأمينية يعتبر الغلوكوز من أغذية الطاقة والنشاط لماذا؟ لأنه يتعرض للهدم الكل من ضرف غاز الأكسوجين أثناء عملية التنفس وينتج عن ذلك طاقة إذن فالغلوكوز يعتبر من أغذية أو له دور إنتاج الطاقة الآن نذهب إلى الأحماض الأمينية تعتبر الأحماض الأمينية من أغذية البناء والنمو الصيانة لأنها تدخل في بناء اللسم بناء الجلد بناء الشعر بناء أقرية الدم الحمراء إلى غير ذلك ونموه وصيانته والآن دون إطالة نمر للتمرين الثاني الذي اخترته لكم اخترت لكم كتمرين ثاني تمرين حول الاتصال العصبي يتعرف الإنسان على المحيط الخارجي باستعمال الحواسي الخمس ولتحديد دور النظام العصبي في الإحساس ننجز على ثلاث مجموعات من الفئران التجارب الملخصة في الجدول التالي التجربة الأولى فئران مجموعة أولى نقوم بتخريب شبكية العين اليمنى النتائج تبصر الفئران بالعين اليسرى فقط التجربة الثانية نقوم بقطع العصب البصري المرتبط بالعين اليمنى النتائج تفقد الفئران الإبصار بالعين اليمنى التجربة الثالثة نقوم بتخريب الساحة البصرية للفئران النتيجة تصاب الفئران بالعمى رغم سلامة العينين والعصبين البصريين المطلوب فسر أن نتائج التجارب الثلاث أنجز مخططاً للوظيفة الحسية المدروسة وأخيراً اشرح كيف تتمر الآن نمر مباشرة لحل التمرين الثحي نبدأ بالسؤال الأول وتفسير النتائج التجربية في التجربة الأولى تبصر الفئران بالعين اليسرى فقط لأنه تم تخريب شبكية العين اليمنى وبالتالي عدم نشأة رسالة عصبية حسية بالعين اليمنى وبالتالي لا يمكن أن تبصر الفئران بالعين اليمنى لعدم موجود رسالة عصبية من العين اليمنى إلى ساحة المخ الآن بالنسبة للتجربة الثانية تفقد الفئران الإبصار بالعين اليمنى لأنه تم قطع العصب البصري للعين اليمنى والمسؤول عن نقل الرسالة العصبية الحسية من كرة العين اليمنى لساحة الرؤية بقشرة المخ إذن تم قطع العصب البصري بالعين اليمنى إذن وبالتالي عندما تنشأ رسالة عصبية على مستوى كرة العين لا يوجد عصب بصري ينقلها إلى ساحة الرؤية وبالتالي لا يمكن للفئران أن ترى بالعين اليمنى نأتي إلى آخر تجربة أصيبة الفئران للمجموعة الثالثة بالعماء رغم سلامة العينين والعصب البصري لأنه تم تخريب ساحة الرؤية وساحة الرؤية مسؤولة عن ترجمة الرسائل العصبية الحسية القادمة من كرة العين عبر العصب البصري إلى إحساس بالرؤية إذن الساحة مخربة لا يمكن الإحساس الآن نأتي للسؤال الثاني ومخطط لمسار الرسالة العصبية في الرؤية إذن العناصر المتدخلة في الرؤية هي المستقبل الحسي يتمثل في كرة العين الناقل الحسي يتمثل في عصب بصري وساحة الرؤية بقشة المخ تعتبر كمركز عصري بالنسبة للمستقبل الحسي والمتمثل في العين يتم تنبيهه عن طريق الضوء فتنجأ على مستوى رسالة عصبية حسية يتم نقلها عن طريق العصب البصري إلى ساحة الرؤية أين يتم ترجمتها إلى رؤية إذن هكذا يرسم مخطط مسار الرسالة العصبية في الإحساس الواعي ونكتب بين قوسين الرؤية أو نكتب مباشرة مخطط لمسار الرسالة العصبية في الرؤية الآن نأتي إلى آخر سؤال وكيفية عدوث الرؤية عند تنبيهه كرة العين بالضوء تنشأ رسالة عصبية حسية ينقلها العصب البصري من كرة العين إلى ساحة الرؤية بقشرة المخ أين يتم ترجمتها إلى إحساس بالرؤية إذن هكذا تحدث الرؤية وهذا هو التمرين الثاني الذي اخترته لكم الآن نمر مباشرة لآخر تمرين وقد اخترت لكم وضعية إدماجية تجمع بين الاتصال العصبي والتغذية نتبع في حياتنا اليومية سلوكات سلبية عديدة تتسبب غالبا في أمراض خطيرة تمس ببعض الوظائف الحيوية من بين هذه العادات سوء التغذية المتعلق بالإفراط في الوجبات وكذا بعض الأغذية على حساب الأخرى مع عدم مراعاة التوازن التقر لمعرفة بعض عواقب هذه العادات نقترح عليك مرضين منتشرين بكثرة في مجتمعنا وهما السكتة الدماغية والسكتة القلبية نمر مباشرة لقراءة السندات الوثيقة الأولى تعطينا لمحة عن السكتة القلبية والسكتة الدماغية السكتة القلبية هي عبارة عن مرض قلبي حاد مهدد للحياة يحدث بسبب احتباس الدم نتيجة سداد الشريان التاجي كما تشاهدون بالصورة مما يؤدي إلى ضرر أو موت كامل لجزء من عضلة القلب إذن موت جزء من عضلة القلب بسبب عدم وصول الدم المحمل بالمغذيات والأكتورجين إلى هذه المنطقة فتموت هذه الخلايا من مناطق القلب أو من عضلة القلب الآن بالنسبة للسكتة الدماغية أو نسميها الحادثة الدماغية البعائية تنتج عند نقص تدفق الدم إلى أحد أعضاء الدماغ وبالتالي موت الخلايا في تلك المنطقة إذن نفس الشيء عدم وصول الدم بشكل كافي إلى مناطق في الدماغ وخاصة المخ يؤدي إلى موت هذه المناطق نمر الآن إلى الوثيقة الثانية الوثيقة الثانية لدينا مقارنة بين نسبة الكوليستيرول السيء والجيد في الحالة الطبيئية وفي الحالة الغير طبيعية إذن في الحالة الطبيعية تكون نسبة الكوليستيرول السيء الLDL أقل من 1.6 غرام على اللتر أما الكوليستيرول الجيد للHDL يكون أكثر من 0.35 غرام على اللتر بالنسبة للقيمة الغير طبيعية نسبة الكوليستيرول السيء الالديال يكون أكثر من 2.5 غرام على اللتر أما الكوليستيرول الجيد في الحالة الغير طبيعية يكون أقل من 0.2 غرام على اللتر تعتبر كل من السمنة وارتفاع الكوليستيرول السيء في الدم والتدخين من أهم أسباب السكتة القلبية والسكتة الدماغية بينما تقلل التمارين الرياضية في ظهورهما نمر مباشرة للتعليمات المتعلقة بهذه الوضعية الإدماجية من خلال السياق والسندات ومكتسباتك القبلية أجب عن ما يلي ما سبب موت الخلايا الموجودة بالقلب والمه ما هي عواقب موت منطقة في القلب أو المه أخيرا قدم نصيحتين لتفادي السكتة الدماغية والسكتة القلبية قبل أن نمر إلى الإجابة على هذه التعليمات لا بأس من أن نعيد القراءة الجيدة لهذه السندات السند الوثيقة الأولى تعطينا معلومات عن السكتة القلبية والسكتة الدماغية السكتة القلبية سببها هو انسداد الشريان التاجي بسبب تراكم الكوليستيرول الضار داخل الشريان التاجي وبالتالي عدم وصول كمية كافية من الدم إلى عضلة القلب وموت الخلايا التي لا يصلها الدم نفس الشيء مع السكتة الدماغية يحدث انسداد للأوعية الدموية بسبب تراكم الكوليستيرول الضار داخل الشعيرات الدموية وبالتالي عدم تدفق الدم إلى أحد أعضاء الدماغ وخاصة المخ وبالتالي موت الخلايا خلايا المخ التي لا يصلها الدم المحمل بالمغذيات والأكسجين وهكذا تموت بعض الخلايا وهذه الخلايا طبعا تكون في ساحة من إحدى الساحات وبالتالي تتعرض الحاسة المرتبطة بهذه الساحة إلى العضب فمثلا لو حدث موت للخلايا الموجودة بساحة الرؤية فسيصاب الإنسان بالعمى ولو حدثت موت الخلايا على مستوى ساحة الحركة فيصاب هذا الإنسان بالشلال إلى غير ذلك الآن نجيب على التعليمات نبدأ بالسؤال الأول سبب موت خلايا من القلب والمخ أو من القلب والدماغ إذن من خلال السياق والسندات 1-2-3 ومكتسبات القبلية فإن سبب موت خلايا من القلب والمخ يرجع إلى ارتفاع نسبة الكوليستيرول الضار بالدم الذي يترصب داخل الشريان التاجي ويؤدي إلى انسداده واحتباس الدم ونقص تدفقه مما يؤدي إلى موت خلايا القلب وهذا ما لاحظناه في السند الأول والسند الثالث كما يؤدي ترصب الكوليستيرول الضار بالأوعية الدموية أو بالشعيرات الدموية الموجودة في المخ إلى نقص تدفق الدم وبالتالي موت خلايا المخ إذن من خلال السند الثالث والثاني وبالتالي حدوث ضرر وعطب بالحاسة المرتبطة بهذه المنطقة الثاني عواقب موت خلايا من القلب والدماغ إذن كما أسلفنا الذكر من خلال السياق والسندات 1-2-3 ومكتسبات القبلية فإنه ينتج عن موت خلايا من القلب حدوث نوبات قلبية وسكتة قلبية تؤدي بحياة الشخص إذن مباشرة انسداد الأوعية الدموية الموجودة بالقلب إذن يؤدي إلى نوبات قلبية وسكتة قلبية أما موت خلايا من الدماغ فيؤدي إلى حدوث سكتة دماغية ينتج عنها تضرر العضو المسؤول عن هذه المنطقة في الجسم إذن كما قلنا لو حدث موت منطقة من ساحة الحركة بالشق الأيمن فسيحدث شلل للأحضاء الموجودة بالشق الأيسري من الجسم ولو حدث انسداد بالشعارات الدموية الموجودة على مستوى ساحة السمع فسيصاب الإنسان في الصمم وهكذا مع بقية الساحات والحواس آخر سؤال تقديم نصيحتين لتفاتي السكتة القلبية والسكتة الدماغية من خلال السياق والسندات واحد وثلاثة ومكتسبات قبلية أقترح ما يلي التغذية الصحية المتوازنة حسب السيغة جيبيا تساوي الـ 421 ونقصد من هذه الصيغة يجب أن يتناول الإنسان أربع حصص من الغلوسيدات وحصتين من البروتينات وحصة واحدة من الليبيدات أو الدسم حتى تكون تغذيته صحية المتوازنة وآخر نصيحة نقدمها هي ضرورة ممارسة النشاط الرياضي لأنه يساهم في التقليل من وجود الكوليستيرول الضر إذن كان هذا فرض مقترح لأبنائنا التراميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط خاص بالفصل الثاني أرجو من الله تعالى أن أكون قد وفقت في اختيار هذه التمرين دمتم أبنائي طيبين وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى ومن كان لديه أي استفسار يترك لي تعليق وسأجيبه بإذن الله تعالى فهذه القناة أنشئت خصيصاً لأجلكم وأنا في خدمتكم بإذن الله تعالى